السلام عليكم أخوتيين ورحبا بكم في قناتكم استفاة معهم اليوم إن شاء الله فيديو خيف ضريف على طريقة أداء الضريبة سنوية على السيارة لفينيات انطلاقا من تطبيق بوكت بنك الخاص بالبنك الشعبي البنك بوبيلير بالنسبة لما عنده تطبيق يمكن لي كذلك يخلص عن طريق الموقع الشعبي بوان نت إذن طريقة سهلة أخوتيين أول حاجة سوف نفتحها من بعد سوف نأتي لهذا الخان سوف ننزل هنا ونختار PMO ثم سوف ننزل هنا من بعد سوف ننزل الأسفل سوف نلقى هذه الخانة الخاصة بالPIMO سوف ندخل لها من بعد سوف نطلع لنا واحد الصفحة خاصة للمعلومات الخاصة بالسيارة إذن هذه الخانة الأولى خاصة بالمتركية للسيارة في الخانة الأولى لدينا البروفنس أو العملات التي تبع لها السيارة سوف نختار 55 لتبع جديدة ثم من بعد سوف نختار إحدى الحروف التي لديها في المطريكيو ومن بعد سوف نكمل خمسة أو ستاة الأرقام الأخرى التي لديها في المطريكيو ثم سوف ننزل للخانة الأخرى سوف نختار السنة التي سوف نخلص فيها في المطريكيو وهي الآن 2023 ثم سوف ننزل للخانة وسوف نختار نوعية التعالى للسيارة إما إصنس أو اللمازوت في الحالة التي سوف نختار إصنس ثم هنا بوصنس فسكال وهي تعني القوى الجبائية للسيارة التي نقول لها هنا الخيل وهي مثلا سبعة الخيل ثم من بعد سوف ندخل إلى هنا سوف نعطني معلومات خاصة بالفاتورة وحاولوا تأكدوا هنا من المعلومات التي دخلتوا إذن هنا يقولون لنا اختاروا القوى اللي بغيتوا ونقطع لكم منه هذا المونطون الخاص بهالطريبة الذي عنده جديد الحسابات يختار الحساب اللي في الفلوس أو للحساب اللي بغى هو ومن بعد نأتي للخانة الأخيرة لكي نفعل هذه الفاتورة وهنا الخطوة الأخيرة نتأكدوا هنا من جميع المعلومات متاع السيارة كذلك الفخي أو التمن اللي تزاد علينا كمقابل لهذه الخدمة اللي قدمتها لنا البنكة وهنا مليك يكون كل شي هو هذا وكتذكير فراء بالنسبة الناس اللي يخلصوا في وفكاش ولا في أي أجونس أخرى فراء قطع لهم 20 دراهم حتى 30 دراهم على هذه الخدمة أما بالنسبة للبنكة فكي قطع لنا فقط 5 دراهم وهذا 8 رمزي ثم أنا كنديره فاليد هنا كيجنح لمستاج في الهاتف دينا باش تتأكدوا فعلا باللينتا اللي قمتي بهذه المعاملة وكيتسيزة يعني كيدخل أوتوماتيك إذا هنا غطي عليكم باللي تمت العملية بنجاح وغادي تخرجوا من تطبيق تلكم إذا لحد الآن انتما خلصتوا الفينيات ديلكم دبا غندزوا الخطوة الأخرى وهي كيفاش غادي نقدروا نخرجوا هذه الورقة دينا باش تبقى مع الوراق دي السيارة في حالة ما وقفنا شيء داركي أو لوقفنا شيء بوليسي في طريق دينا نقدروا نعطيوا هذه الوثيقة بالفعل نحن خلصنا الفينيات دينا إذا طريقة سهلة أخوتي سوف ندوزوا الواحد الموقع لنخلي لكم الرابط ديالو في الوصف ديال هذا الفيديو مباشرة من اللي ندخل لي هذه الواجهة ديالو هو خاص بالمديرية العامة للدرائب نأتي هنا نأتي هنا سوف ندروا السنة لبن نخلص لها الدريبة ثم هنا رقم تسجيل كذلك نعود رقم تسجيل بالنسبة لهذا الحرف الذي يكون في الوسط باللغة العربية تدروا المقابل باللغة الفرنسية فمثلا حرف ألف تدروا قدماء وحرف الباء تدروا دلستاء بي وهكذا دواليك من بعد هنا كيقول لنا نوع ديال الوقود كنخطروا السنس الذي يزال على حساب سيارة ديالنا لأبخي هنا كندروا شحل ديال الخيل سيارة ديالنا إما سبعة ولا ثمانية ولا على حساب السيارة من بعد هنا كنحاولون ندخلوا هذه الحروف اللي عندنا هنا حاولوا تحترموا المجسكول المينيسكول ثم من بعد هنا كندروا ريشارش كنت لعلينا هذا المساج هو كليكي اسي بوغ أمبخيمي فوتر أتيستاسيوم يعني كنخطروا الورقة نضغطوا على هذا الليان وهذا ونحملوا الورقة على شكل من بعد كنزوها ونضعوها لأي سيبير أو مكتب أحدنا ونخرجوا لنا ونرفقوها على الوراق ديال السيارة وكام ملاحظة أخوتي بالنسبة للمواقع ما تدخلوا له حتى تدوز 24 ساعة على الوقت اللي خلصتوا فيه لفينيات ديالكم لأنه ما كانتظهر في هذا السيط هذا حتى تدوز 24 ساعة باش تدوز من البنكة ديالكم اللي خلصتوا فيها الموقع ديال الدرائم إذا أخوتي أي مشكلة واجهكم ولا عندكم شي تسأل حطوهم في التعليق الخاصة بهذا الفيديو غادي نجاوبكم عليه واحد وعد إن شاء الله ولا أعجبكم الفيديو اشتركوا في القناة لا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لكي يوصلكم الجديد أول بأول